سلام حبابي سنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين للقدام الجدد والناس ان شاء الله تكونوا مزينين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وانجيكم يا رب ان شاء الله للوفرة للرزق للمال الناس اللي عندهم الحسد في المال الناس اللي عندهم توقفات في المال الناس اللي دائما ما عندهمش البركة في البيت اذا الوصفة دينا اليوم هي رائعة اكثر من رائعة غير دي رهوتين نقية تكون نقية وعلى طهرة وبغيتي انك تجد بالمال عندك ديون عندك قلة المال في العتبة دائما تتحسي براسك بانك قلة الحض في المال او عندك تابعة في المال اذا سمعوني مزيان اديروا هذه الوصفة لانها خطيرة جدا في جلب الخيرات اذا نبغينا نديروا هذه الوصفة على نية جد بالمال اذا غادي ناخدوا واحد الكمية ديال السنوج غادي ناخدوا الملح الطعام كل شي في البيت كل شي عندك في البيت اذا غادي ناخدوا ربعات طبيصلات وغادي نوزع الملحة والسنوج هانتما كما موزعها انا يا هانتما موزعها على شكل طبيصلات صغار وغادي ان شاء الله بغينا الرزق بغينا الوفرة بغينا يكون عندنا طاقة ايجابية غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ندير هاد الوصفة على جلب الرزق باذن الله اذا غادي نوزع السنوج اللي عنده حبة البركة يديرها اللي عنده السنوج يديره مع الملح وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته عندي سبعة طبيصلات او ربعة طبيصلات او خمسة طبيصلات المهم انتما في اه العدد اللي بغيتو ديره ولكن غادي نهز هاد الاتفصيل هاد الوعاء الصغير وغادي نقرع عليه هاد الاسماء اللي جلب الرزق سبحان الله غا يكون عندكم رزق وفير يا رزق يا فتح يا رزق يا فتح يا فتح يا باسط يا غني يا مغني يا وهاب يا رزق يا فتح يا باسط يا غني يا مغني يا وهاب اللهم ارزقني بحق هاد الاسماء اللهم ارزقني بحق هاد الاسماء الشريفة اللي فيها نور على نور اللهم نور طريقنا في العمل في الزواج في المال في كل شيء يا رب بحق محمد واهل محمد وغادي ان شاء الله نحاول ناخد هات طبيصلات على نية انني بغيت نجلب البركة وكل شيء في البيت نقرأ على كل اه اي اناء غادي ان شاء الله نحاول نقرأ عليه المهم تقرأ عدد سبع مرات كل اسم غادي تقرأه سبع مرات يا رزق سبع مرات يا فتح سبع مرات يا باسط يا غني يا مغني سبع مرات يا وهاب سبع مرات سبع مرات وكتبت على كل اه اناء اللي قرأت عليه وتقول يا اللهم بحقي هاد الاسماء والبركة ديالهم النور ديالهم ان تنور طريقنا في العمل في الرزق في المال في كل شيء فقال محفظة ديالك واذجري فيها شيء قليل محفظة ديالك غادي تزي اي مكان يكون نظيف الا المراهد الا المراهد تنخليهم دائما تنغسلهم بالماء والملح وتنحاولوا أننا نعطيه واحد طاقة إيجابية على المراحد دائما تنغسلهم بالماء والملح والخل وكاس من البن متبوخ بيش تحيدوا الطاقة السلبية إذن أحبابي هذه الملحة إن شاء الله تخلصوا منها بالحرق منتسالوا منها مدة شهر غادي تحرقوها أو تضيفوا عليها ماء وتلحوها في مكان عاشب إذن المحروقات إذا حرقتوها بيشتحيدوا التابعة ديالكم غادي إن شاء الله تجمعوا لكم المحروقات وتلحوهم في مكان عاشب إذن هذه الوصفة لجلب الرزق وطرد التابعة في المال تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى أنكم تديروا هذه الوصفة لأنها رائعة وأكثر من رائعة دوموا على هذه الأسماء الله الحسن لأنهم طاقة إيجابية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته